موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي الطلبة أينما كنتم في عراقنا الحبيب وأخص بالذكر طلبة الصف السادس الإعداد بفرعيه العلمي والأدبي في الدرس السابق تكلمنا عن أسلوب المدح والذن وأيضا تطرقنا إلى أركان جملة المدح والذن وقلنا أن جملة المدح والذن أقصد في أسلوب المدح والذن تتكون من ثلاثة أركان رئيسة وهما أولا فعل المدح أو الذن ثانيا فاعل المدح أو الذن وثالثا المخصوص بالمدح أو الذن وأيضا قلنا لهم لهم أفعال خاصة بهما المدح والذن نعمة حبذة المدح نعمة حبذة الذن أقصد أسلوب الذن بئسة لا حبذة وممكن أن يأتي الفعل سائع لأسلوب الذن هنا لدينا فائدة عزيز الطالب الفائدة تقول الفاعل الفاعل ذا في فعل المدح حبذة وفعل الذن لا حبذة إذن حبذة لا حبذة يتكون من مقطعين يتكون من فعل المدح أو الذن زائدا ذا اسم إشارة فاعل المدح والذن على العكس من نعمة وبئسة يأتي فاعلهما منفردا عنهما يكون للمفرد والمثنى والجمع إذن ذا اسم إشارة فاعل له صيغة واحدة فقط يأتي للمفرد والمثنى والجمع حبذة الطالبان حبذة الصادقان حبذة الأصدقاء تلاحظ المخصوص جاء مفرد مثنى جمع بينما الفاعل ذا بقي له صيغة واحدة يكون للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر والمؤنث إذن ذا له صيغة واحدة مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث له صيغة واحدة فقط مثل حبذة الرجل الصالح اسلوب مدح أكيد حبه فعل مدح فعل ماضي جامد مبني على الفتح لإنشاء المدح هذا هو إعراب ثابت لا يتغير ذا فعل المدح اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع فاعل الرجل الصالح الرجل الصالح هو المخصوص بالمدح لاحظ الرجل واحد مفرد وذا بقي على وضعه وحبذة المرأة الصالحة حبذة حب فعل مدح ذا فاعل مدح والمرأة المخصوص بالمدح لاحظ المرأة مؤنث بينما ذا بقي اسم إشارة له صيغة واحدة لا تتغير إذن ذا فاعل اسم إشارة يأتي مع المخصوص المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث صيغة ثابتة لا تتغير مطلقا وحبذة الرجلان الصالحان حب فعل ذا فاعل مدح الرجلان هو المخصوص بالمدح الرجلان مثنى بينما ذا بقي له صيغة واحدة ثابتة لا تتغير وحب ذا المرأتان الصالحتان حب فعل ذا فاعل والمرأتان المخصوص مرأتان مثنى مؤنث بينما ذا بقي له صيغة واحدة إذن ذا صيغة ثابتة لا تتغير وحب ذا رجال الصالحون حب ذا حب فعل وذا فاعل الرجال المخصوص الرجال جمع بينما ذا بقي له صيغة واحدة وهكذا إذن ذا مع حب ذا لا حب ذا هو فاعل اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع فاعل وله صيغة واحدة لا تتغير أبدا نكمل ما بدأنا أما الجملة الرابعة ففيها الفعل حب ذا وهو للمدح وفاعله ذا مثل ما تكلمنا عنه سابقا وهو اسم الإشارة إذن ذا اسم إشارة وهو دائما يكون متصلا بالفعل حب إذن ذا يأتي دائما متصلا مع حب ذا لا حب ذا هل يجوز أن يفصل أبدا يأتي متصلا دائما وهو دائما يكون متصلا بالفعل حب ذا ثم جاء المخصوص بالمدح في الجمل الأربع كالآتي ما اسم موصول وهذه أما الجملتان الثالثة والرابعة فقد ورد فيهما فعل الذن متصد شو لاحظ فعل الذن متصدرا الجملتين وهما بئسة لا حب ذا إذن بئسة فعل ذن في اسلوب الذن لاحب ذا اسلوب فعل ذن في اسلوب الذن والفاعل مع الفعل بئسة نركز على الفاعل عزيز الطالب هو كلمة الفعلو أما المخصوص بالذن فهو هذا هنا جاء المخصوص بالذن هذا جدا طبيعي لا إشكال في ذلك المهم أن يكون المخصوص بالمدح والذن هو اسم اسم والفاعل مع الفعل لاحب ذا هو اسم الإشارة ذا إذن مع لاحب ذا اسم الإشارة ذا هو الفاعل والمخصوص بالذن الضمير هي نقول لاحب ذا هي لاحب ذا هي طبعا لا هنا نافي غير عاملة دخلت على الفعل الماضي لا نافي غير عاملة دخلت على الفعل الماضي وحب فعل ماضي جامد مبنى على الفتح لإنشاء الذن وذا اسم إشارة مبنى على السكون في محرف فاعل وهي المخصوص بالذن من ذلك تتبين لنا صور الفاعل في جمع المدح أو الذن وهي على النحو الآتي صديقي عزيزي طالب فاعل المدح أو الذن يعني أقصد حالات أو صور الفاعل في اسلوب المدح أو الذن له حالات علينا أن نتعلمها جيدا يجب أن نتعلمها جيدا ممكن أن يأتي هذا الفاعل اسم ظاهر وممكن أن يأتي الفاعل ضمير مستطر يفسره تمييز وهكذا إذن حالات أو صور فاعل المدح والذن حالات أو صور فاعل المدح والذن الحالة الأولى أو الصورة الأولى اسم ظاهر معرف بأل يأتي اسم ظاهر معرف بأل كما تعلم عزيزي طالب المعرف بأل يعني من الأسماء المعارف من المعارف من هذه المعارف حدد هنا أن يكون معرفا بأل التعريف نحوه نعم القول نعم فعل مدح السلوب مدح القول فاعل المدح يقول ما حالة أو ما صورة فاعل المدح نقول اسم ظاهر معرف بأل تلاحظ القول اسم ظاهر معرف بأل وكقوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب نعم العبد نعمه فعل مدح العبد فاعل مدح ما حالته ما صورته نقول اسم ظاهر معرف بأل تلاحظ التعريف هنا وجدت دخلت على لفظة عبد فأصبح حالة أو صورة الفاعل اسم ظاهر معرف بأل المخصوص هنا طبعا غير موجود أحيانا ممكن أن يكون المخصوص محذوف إذا سبقه ما يدل عليه نتطرق إليها في الدروس القادمة التقدير نعم العبد سليمان يقصد هنا لأن سبقه ما يدل عليه فالعبد هو فاعل الفعل نعمه يقصد فاعل لفعل المدح وهنا حالته صورته يقصد حالة الفاعل نقول اسم ظاهر معرف بأل هذه جدا مهمة وكقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئسه اسلوب ذن أكيد فعل ذن فعل ذن الاسم فاعل ذن الفسوق مخصوص بالذن ما حالة ما صورة الفاعل تلاحظ عزيزي الطالب الاسم أقول اسم ظاهر معرف بأل الحالة الثانية أو الصورة الثانية يكون اسم ظاهر مضاف إلى المعرف بأل يقصد ماذا نكرة زائد معرفة اسم ظاهر مضاف إلى المعرف بأل يقول نكرة زائد معرفة يعني أقصد معرفة معرفة بأل كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بأس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بأس مثل القوم بأس اسلوب ذن بأس فعل ذن مثل القوم مثل فاعل الذن وهو مضاف والقوم مضاف إليه يقول سؤال ما حالة أو ما صورة الفاعل أقول اسم ظاهر مضاف إلى المعرف بأل هنا لاحظ اسم ظاهر مضاف إلى المعرف بأل هذه قاعدة ثابتة لا تتغير فالفاعل هو مثل اسم ظاهر مضاف إلى معرف بأل وهو القوم نكرة زائد معرفة مثل نكرة والقوم معرفة إذن نقول حالة وصورته اسم ظاهر مضاف إلى المعرف بأل وكقوله تعالى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئسه مثوى المتكبرين بئسه مثوى المتكبرين بئسه بئسه فعل ذن مثوى المتكبرين مثوى فاعل لفعل الذن مثوى فاعل لفعل الذن ومضاف والمتكبرين مضاف إليه إذن ما حالة ما صورة فاعل بئسه أقول اسم ظاهر مضاف إلى المعرف بأل وهنا أيضا المخصوص غير موجود وقلنا أحيانا يحذف المخصوص إذا سبقه ما يدول عليه نفهمه من سياق جملة التي تأتي قبل نعمة وبئسه وهنا الحديث هو يتكلم عن جهنم ممكن أن نقول فلا بئس مثوى المتكبرين جهنم وهكذا عزيزي الطالب هذا ما يسمح به وقت الدرس نكمل موضوع الدرس في درس قادم أترككم في أمان الله وحفظه في أمان الله موسيقى 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 موسيقى